رياضيا مشاهدين تلقى ندي الزمالك خسارة المفاجأة أمام ضيفه الوداد المغربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على أسد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دولة أبطال أفريقيا لكرة القدم الخسارة عقدت موقف الزمالك تماما في المجموعة الرابعة وأصبحت مهمته صعبة للغاية في التأهل لعداء الربع النهائي للمسابقة القارية سجل هدف الوداد المغربي ولقاء الوحيد لاعبه يحيى جبران من ضربة جزائن في الدقيقة الثامنة والأربعين ليتلقى الزمالك الهزيمة في أولى مبارياته تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي فريرا